اكد احمد حسام ميدو عدو اللجنة الفنية بنادي الزمالك ان مجلس الادارة استعان بمحامي ايطالي لتقديم شك ورسمية ضد اتحاد الكرة المصري وكان الزمالك قد اكد في بنان انه سيلتقي اتحاد الكرة قريبا امام الفيفا لوضع حد للظلم والمحاباة والمجاملات الفجة وضرب القوانين واللوائح عرض الحائط لصالح نادي اوحد في مصر بالاضافة الى التنمر والعنصرية ضد بعض اللاعبين وقال ميدو عبر حسابه في تويتر الزمالك يستعد لارسال الاوراق المطلوبة للمحامي الايطالي سيلفاتوري كافالي المحامي الذي اكد انها ستكون واحدة من اسهل القضايا في حياته واضاف لجنة التظلمات ورطت الكرة المصرية بالبيان الذي اصدرته في تعليق العقوبة الموقع على محمود عبد المنعم كهربا لعب الاهلي وكانت لجنة الانضباط قد قررت ايقاف محمود كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه بسبب شكوى الزمالك ضده وتقدم الاهلي باستئناف على العقوبة ليتم الاعلان عن تعليق العقوبة ليقرر الزمالك الاعتذار عن المشاركة في بطولة الصبر المحلي ويتجبر اتحاده الكرة ويحل محله نادي بيرمس ضاربا بالموضوع كله عرض الحواد